أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكو في اسم الرب يسوع مازال قلبي متألم ويعتصر طبعاً ألماً على الأحداث وعلى الأوضاع اللي بتصير في الأراضي المقدسة بإسرائيل وبالضفة طبعاً بفلسطين وبغزة الأوضاع هاي صعبة جداً وحرجة جداً لكن اليوم أنا عاوز أتكلم عن شيء مهم كتير كتير وسميت يعني العنوان هو عنوان كتابي اللي ما بحب بيكره الله وهاي الآية موجودة في رسالة يحن الأولى إصحاح أربعة من آية 19 نحن نحبه يعني نحب الله لأنه هو أحبنا أولاً إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضاً هل الآية هاي واضحة؟ أكيد الآية واضحة جداً بلادنا عم بتمر في حالة عارمة من الفوضى من العنف والقتل والتخريب وطبعاً المرض الأساسي هو الكراهية الكراهية اللي بتعبر عن سم قاتل مميت وهذه الكراهية لا تشبع لأنه مهما بتعطيها مهما تعطي القلب مش رح يكتفي فالكراهية هي مثل الهاوية ومكتوب في الكتاب المقدس الهاوية لا تشبع وهكذا الكراهية مهما حصلت من حقوق ومباني ومهما حصلت الكراهية بالطالب أكتر لأنه فيها عنصرية فيها تزم الديني فيها العنصرية لأنا بأعتبر نفسي أعلى من الآخرين وعشان طبعاً الأشخاص اللي بيسمعوني لا تروحوا لشمال ولا يمين أنا كمسيحي كمؤمن بالرب يسوع المسيح أرفض كل أشكال العنف وكل أنواع الكراهية والسم الذي يعني يتفشى في بلادنا والكراهية التي يعني دمرت معظم نواحي الحياة الاجتماعية والعائلية والزوجية أيضاً فكتير مرات إحنا ما منتعامل كما يقول الكتاب أحب قريبك أو أحب أخاك كنفسك ومن لا يحب أخاه يبقى في الموت والرب يسوع عشان يوضح مين الأخ لما تكلم عن مثل السامر الصالح تكلم عن السامر اللي ما كانش من شعب الله كان من خارج شعب الله أوليس عجباً منشوف ناس اللي هي غير مسيحيين منحدين أو علمانيين أو من فئات أخرى سواء في الهند في الصين في اللي بيتبعوا للبوذية ممكن يمارسوا تعليم المسيح أكتر ما إنه المتدينين على اختلاف أنواعهم أنا بتكلم عن الشرق الأوسط يعني من الممارسة اللي إحنا منمارسها في هذه الأيام الممارسات اللي منمارسها كتير منها مظاهر التدين وفيها تعصب وبصراحة هذه الكراهية عم تعمل أبصار عم بتدمر كل شيء عم نصل لطرق مزدودة صار فيه غياب طبعاً من القانون وبطل فيه مسئولية وأصبحنا نحترم ونكرم البطول اللي فيها تكسير المحلات والأضوية والأماكن والقتل أو الإرهاب وكأنه هذا هو البطولة أحبائي نحن ضد كل أنواع العنف ولسيما في اسم الدين فإذن أنا يعني بكل صراحة أنا ضد اللي بتعملوا إسرائيل بالفلسطينية في غزة أو في الداخل في ظلم كتير طبعاً مش الكل في ناس كتير الشيء الجميل أنه كتير من اليهود اللي بنادوا يعني ضد هذه الأعمال بس للأسف كتير من العرب خوافين أنه نتكلم بصوت واضح وأنا ضد العنف طبعاً في غزة أو حماس اللي بيمطروا سواريخ طبعاً على بلدان بدون ما يميزوا أي شيء قتل الأبرياء وعلى فكرة قتل الأبرياء هو على الطرفين لأنه أنا مؤمن مسيحي وبحب الكل فإذن أنا ما بحب هذه الأعمال ونقول كفى دم كفى يعني كفى لازم تتوقف هذه الأعمال أين الشجعان؟ أين رجال المسئولية؟ يعني هل رجال المسئولية بيتكلموا بكلام والشعب كله يموت ويقدم نفسه أضحية؟ هل النفس البشرية صارت ترخيصة؟ طب وأنا موتت مشان مثلاً الأقصى أو موتت مشان مبنى أو موتت مشان حائط المبكة ماذا عن مصيري إذا خسرت أنا مصيره وأبديتي شو استفادت من كل الموضوع؟ وفرداً أخدت الأقصى وأخدت أورشليم وأخدت الشرق الأوسط هل رح أكتفي اللي بيدرس موضوع الكراهية؟ لا مش رح يكتفي لأنه الكراهية مثل شيء معدي بدي يضله لأنه بيكره بدي يعمل أكتر وأكتر وأكتر تدمير أكتر وهذا اللي بنشوفه في الشرق الأوسط أحبائي من معظم الأطراف فأنا بنادق كل الأطراف إنه تتروى وإنه تنظر للتعليم وتنظر للشخصيات طيب الإنسان أنا بتذكر لما كنت شاب وأنا مسيحي كنا نطلع في المظاهرات السياسية وما في بيت فلسطيني إلا ما تضرر وطبعاً تسألني طبعاً إحنا العرب اللي من الثمانية وأربعين اسأل كل عيلة في القرى العربية في الشمال في الجليل أو في يافا أو في مناطق أو في عكب أو في حيفا يعني كله يعني أنا أمي من حيفا وحيفا اضررت في ٤٨ لا شفت إخوالي ولا شفت أولاد إخوالي ولا شفت أي شيء بسبب الحرب مع إنه وين أنا ساكن في الجليل عن لبنان هن راحوا للبنان يعني مسافة تسعة ونصف بكونوا في بيروت لكن بسبب الحرب انقطع كل شيء فإذن الكراهية بتدمر كل شيء بتدمر العلاقات وبتخلي المجتمع كله تعيس وكله ظلمة وكله كراهية وأنا بدعو الناس إنه فعلاً تتبع يسوع وتتمثل بيسوع يسوع هو المثال واسمحولي أقول ولا أي نبي هو مثال المثال هو الرب يسوع المسيح بشان هيك إحنا كمسيحية إحنا ضد العنف ضد العنف بإسم مظاهر التدين بإسم الدين واللي بيتغز عليها رؤساء عايشين في دول تانية بيتكلموا كلام والناس عم بتقدم نفسها ضحايا من أجل إله لا يشبع دم أصبحنا مثل الآلهة القديمة آلهة الكنعانيين مولوك ومالكم عاوزين دم ودم أكتر وكأنه هذا الإله مش رح يشبع وهاي الظاهرة للأسف عم منشوفها في الشرق الأوسط ومنشوفها بالذات في إسرائيل وفي فلسطين وإحنا منكون كمؤمنين إحنا ضد كل هذه الأمور إحنا لمنادي منصلي أولا من أجل حكمة من أجل كل القيادات قياداتنا إحنا سواء في داخل إسرائيل عرب إسرائيل أو في فلسطين أو حتى في حماس منصلي من أجل القيادات تفكر في شعبها وتفكر بدل ما إنه كل المصاريف وكل المساعدات اللي بتوصلنا تروح على الحرب وعلى الدمار خليها تنحط في الثقافة وتنحط في ولادنا وبناتنا ويعيشوا مستقبل رغيد وتنتعش البلد وأكيد إنه الحق لابد إنه يظهر وإنه الظلم مش رح يستمر رح يوقف وإنه في إله إله عم بينظر ما تكون الله إنتي ما تكون القادة إنك تقضي على كل من حولك لأنك بتكره وكل هاي الأعمال اللي عم بتسير والتخريب هو عبارة عن قلب مظلم واللي بقول لك أنا بعمل هذا في سبيل الله أقول له كذاب لأنه الله ضد الكرهية الله ضد العنف وضد القتل أنا بقول لك أي إله اللي بيقتل هو الشيطان مكتوب عنه كان ذاك قتالا منذ البدء الصارق يعني الإرهاب لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويقتل إحنا مش عاوزين الموت إحنا عاوزين الحياة عاوزين أولادنا وبناتنا يربوا في مجتمعات طيبة وكويسة وهاي المجتمعات إحنا عشناها على فكرة فترة مسلميين ومسيحيين في إسرائيل في فترة طفولتي وشبابي نوكل مع بعض ونشرب مع بعض والأعراس مع بعض يعني كله ما كانش فيه اختلاف شو اللي صار من وقت ما ابتدت تزمت الدينة وابتدت تعصب ابتدت العنصرية وابتدنا نشوف في منظار أسود كراهية صرنا نكفر في الناس وأنا صرت الله أنا اللي بدين الناس اترك كل واحد على دينه اللي على دينه الله يعينه اتركه لربنا إنت إذا إنت تؤمن برسالتك شاركها وأنت مطالب أن تشارك وأنا أيضا مطالب أن أشارك مشان هيك يعني أنا بحبز يعني في البلدان العلمانية اللي بتسمح لكل الأديان وبتسمح لكل الطواقف ولكل واحد يتكلم بحرية وكل واحد يختار دينه وإذا أنا صرت مسيحة أنا حر أن أغير اسمي وأغير بالهوية وديانته كده لما نوصل لهاي الوضعية بيبتدي لكن علاج الكراهية هو المحبة إذا امتلأنا بالمحبة خلاص امتلأنا من الله ومنعرف الله اللي بيكره ما بيعرف الله وهذا الكتاب المقدس واضح وأنا أؤمن إنه هاي هي كلمة الله مع كل محبتي وكل تقديري بقول إن قال أحد إني أحب الله وأبغد أخاه مش أنا اللي بقول فهو كاذب ليه؟ لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره اللي أنت عايش معاه كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ رح يجو وقت إنه كل هذا الرياء الديني المبرقع وكل العدالة العرجاء رح تبين رح تتوضح ورح تنكشف وكل ظلم لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان ومن ثمارهم تعرفونهم أنا عن جد بدعوك مش تعصب أنا بدعوك إنك تكتشف يسوع المسيح وما تضوع وقتك تقول لي وما قتلوه وما صلوه أو اليهود يشتم بيسوع ويقلل من قيمته وأهميته هذا اللي إحنا بنسمعه من اليهود ومن المسلمين أنا بدعوك اليوم إنه تتعرف على يسوع الحقيقي طب شوف رسالته شوف تعليمه هو اللي رح ينقذ البشرية بسبب محبته وبسبب تعليمه وأنا بصلي من كل قلبي إنه ربنا يشفي بلادنا ويشفيها من جو لأنه ما في شفاء إلا ما يكون في تجدد داخلي مهما حاول إنسان مهما حاول صعب يغير جلده لازم من جوه يتغير حتى ينعكس على الخارج بصلي في اسم الرب يسوع سلام ومصالحة وشفاء وإبراء لأراضينا ولشعوبنا إسرائيل وفلسطين وغزة أيضا في اسم الرب يسوع أمين وفلسطين